أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة الأنفال نسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرمه أن ينفعنا بها يقول الله عز وجل وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهِ لاحظوا في المجلس السابق ذكرنا أن الله عز وجل ذكرنا بنعمه أو ذكر الصحابة بنعمه فقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يعني أذكروا نعمتي عليكم أيها المؤمنون عندما كنتم قليلا مستضعفين تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات هذه نعمة من الله عليكم وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أما هذه فهي نعمة من الله خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن النعمة التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون لأمته قال وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يعني أذكر يا محمد نعمتي عليك إذ اجتمع هؤلاء الكفار للمكر بك وإذائك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يثبتوك أي يحبسوك أو يقيدوك أو يجمعون بينهما بأن يقيدوك في يديك ورجليك ثم يرمو بك في الحبس أو يقتلوك أو يخرجوك وهذا ما تآمر عليه المشركون في دار الندوة كما هو معروف في كتب السيرة عندما ضاقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا كيف يتخلصون من شأنه وينهوا ويقضوا على دعوته اجتمعوا فجاءهم في الاجتماع شيخ على صورة رجل من أهل نجد فدخل معهم فبدأوا يطرحون الأراء حتى قال أبو جهل أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا ونعطيه سيفا صلدا فيجتمعون عليه فيقتلونه أو يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا تستطيع بن هاشم على قتال قريش كلها فترضى بالدية فنديه يعني فنعطيه من الدية ما شاء وننتهي من هذه المشكلة التي آذتنا وأشغلتنا وأخرجنا عما عهدنا عليه آباءنا وأجدادنا فالله عز وجل يذكر نبيه بما حصل حصلت آية عظيمة وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في بيته وأطاف به شباب قريش من كفار مكة أمره الله عز وجل أن يخرج هل خرج رسول الله امتثارا لأمر الله أو قال لا كيف أخرج هؤلاء مجتمعون القتل القتل خرج وألقى الله عز وجل عليهم النوم وبقي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في فراشه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع التراب على رؤوسهم ثم هاجر عليه الصلاة والسلام لما استيقظوا اقتحموا البيت فوجدوا عليا فقالوا أين محمد قال لا أدري قد ذهب فأنقذه الله عز وجل منهم قال ويمكرون ويمكر الله إذا كان هذا هو مكرهم الذي مكروه في دار الندوة فإن مكر الله عز وجل قد طغى على مكرهم وأحاط به وأذهبه بالكلية والله خير الماكرين إذا مكروا فإن مكر الله لا يمكن أن يتعداه أحد أو يمكن أن يقارن به مكر أحد من خلقه جل جلاله ومكر الخلق يكون للظلم والعدوان في غالبه أما مكر الله عز وجل فإنه لا يأتي إلا في مقابل من يمكر به وبأوليائه جل جلاله قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا هذا من كذبهم بل هذا من مكرهم إذا تريت عليهم آيات الله عز وجل قالوا كذبا وزورا وبهتانا لو نشاء لقلنا مثل هذا طيب قولوا ما الذي يمنعكم وقد تحداكم الله بأن تأتوا بحديثا من مثله بسورة من مثله بسورة مثله بعشر سور مثله مفتريات قل لأن اجتمعت الإنس والجل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا ومعروف أن العرب من عادتهم الأنفة والحمية لا يقبلون أحدا أن يتحداهم ولو كان في ذلك ذهاب أنفسهم وفناء أبدائنهم ومع ذلك كانوا يسمعون هذا التحدي يقرع أسماعهم مرة بعد أخرى ولا يحيرون جوابا إذن هذا القائل أين جوابه يقول لو نشأ لقلنا مثل هذا كذبت لو شئت وشاء من معك من خلق الله في الأرض وفي السماء ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك قال الله عز وجل عنهم من شدة تكذيبهم إن هذا إلا أساطير الأولين أي قصص الأولين وخرافاتهم وأقاويلهم التي يرونها وليس من الحق في شيء ثم ذكر الله عز وجل شيئا آخر من تمردهم وعدوانهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يقول ابن عباس أو قبل ذلك وإذ قالوا اللهم إن كان هذا أي القرآن هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء انظر يا إخواني إلى صفة الزيغ الذي وصلوا إليه المفروض يقولون إن كان هذا هو الحق فأهدنا إليه ولكنهم لشدة إبائهم واستكبارهم وعتوهم وعنادهم في عدم قبولهم للحق يقولون لو ثبت لدينا أن هذا هو الحق فإننا نرجو منك يا الله أن تعذبنا ولا نتبع هذا الحق وما هو الحق هنا قيل هو القرآن وقيل هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل ما أكرم الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من النبوة وهذا كله متلازم فالقرآن يدل على ما جاء به الرسول وما جاء به الرسول هو كرامة من عند الله عز وجل وهذا من اختلاف التنوع الذي لا يضر في التفسير قال الله عز وجل وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ما كان الله معذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ لا يقول ابن عباس في بيان هذا المعنى لم تعذَّب قرية حتى يخرج نبيها والمؤمنون معه ما تعذَّب قرية حتى يخرج النبي ومن كان معهم للمؤمنين لأن الله يكرم هؤلاء أن ينزل عليهم العذاب وهم يجاهدون في سبيله وينصرون الدين ويقومون بأمره جل جلاله وما كان الله معذِّبهم وهم يستغفرون هذا هو الأمان الثاني من نزول العذاب وهو الاستغفار أي لن يعذِّب الله أحدا وهو مذعن لله عز وجل مقبل عليه بالاستغفار طيب وما معنى الآية وما كان الله معذِّبهم وهم يستغفرون أي لن يعذِّبهم الله وفيهم من يستغفر من المؤمنين فإنه قد مكث هؤلاء لم ينزل بهم عذاب حتى ميَّز الله عز وجل ضعفاء المؤمنين منهم ولذلك قال في الآية التي بعدها وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ قالوا لم ينزل بهم عذاب ورسول الله فيهم ثم لم ينزل بهم عذاب والمؤمنون ضعفاء المؤمنين معهم ثم لما أن الله عز وجل أخرج نبيه أو خرج رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة وجل ضعفاء المؤمنين عنهم أنزل بهم العذاب والبأس هذا قول وقيل إنهم كانوا يستغفرون بالفعل في تلبيتهم فكانوا يقولون غفرانك عندما كانوا يلبون في حجهم وعمرتهم فكان الله عز وجل لأجل كلمتهم هذه يؤخر عنهم العذاب وهذا القول عندي فيه نظر وقيل وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ أي وفي أصلابهم من سيستغفر ويدخل في دين الله عز وجل لأن الله قد علم أنه سيكون في أصلابهم من يؤمن وهذا مثل ما منع يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء عليه لما قال له ملك الجبال دعني أطبق عليهم الأخشبين قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لو استغفروا لما عذبهم الله وهذا قول متسق وعليه كثير من المفسرين أن هذا حظ لهم على الاستغفار من الشرك ومن الذنوب التي وقعوا فيها فكانه يقول إنما منعت العذاب عنكم عندما كان محمد فيكم فلما أخرجته منكم لن يمنعكم من العذاب الآن إلا أن تدعنوا لله وتستغفره وقد نزل بهم عذاب الله عندما هزمهم الله شر هزيمة في غزوة بدر قال الله عز وجل وما لهم أن لا يعذبهم الله ما الذي يمنعهم من أن يعذبهم الله عز وجل أيظنون أن بقاءهم في مكة مانع لهم من عذاب الله أيظنون أن خدمتهم للحجيج مانعة لهم من عذاب الله أيظنون أن طوافهم بالبيت وهم مقيمون على شركهم مانع لهم من عذاب الله لا وما لهم ألا يعذبهم الله وقد وقعوا في ذنوب تستحق أو يستحقون عليها أن يعذبوا وهم يصدون عن المسجد الحرام يعني يصدون عن التوحيد في هذا المسجد وعن عبادة الله وحده فيه وما كانوا أولياء ما كانوا أولياء لهذا المسجد لماذا؟ لأنهم ما كانوا يعبدون الله فيه ولذلك ليسوا أولياء له كانوا يشركون مع الله غيره فلم يكونوا أولياء لهذا المسجد وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين أن الضمير عائد إلى المسجد وليس عائدا إلى الله عز وجل ما كانوا أولياء وأكد هذا المعنى في سورة التوبة في قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر فبين الله عز وجل أن عمارة المشركين للمسجد الحرام لا يمكن أن تكون عمارة لأنهم كانوا قائمين بالكفر قائمين بالشرك قال الله عز وجل وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ أي ما أولياءه فإن ترد في القرآن كثيرا بمعنى ما إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ كيف مكاء وتصدي يعني أنهم اقتصروا في بيت الله الحرام على المكاء وهو الصفير وعلى التصدي وهو التصفيق فكانت هذه هي الصلاة التي يؤدونها في بيت الله ولا شك أن هذا ليس من عبادة الله في شيء فهم جعلوا مكان العبادة المشروعة صفيرا وتصفيقا قال الله عز وجل مكاء أي صفيرا يقال مك الطير يمكو مكاء إذا صفر وتصدية أكثر مفسرين على أن التصدي هو التصفيق وقال سعيد بن جبير التصدي هو صد الناس عن البيت وليس هذا بظاهر لأن الصد قد ذكره الله قبل قليل قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فالله عز وجل قد أنزل عليهم عذابا وهو هذا العذاب الذي جعله عليهم في غزوة بدر ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا قيل إنها نزلت في المطعمين وهم إثنى عشر رجلا من رجالات مكة وكبرائها تولوا إطعام الناس الذين ذهبوا لقتال رسول الله فكان كل واحد منهم ينحر كل يوم ما بين تسعة إلى عشرة من الإبل ليطعم الناس فالله يقول في حقهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم ماذا يحصل فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة أي والله وأعظم بها من حسرة عندما تكون هذه الأموال الضخمة العظيمة قد ذهبت في غير شيء ولم تحدث شيئا من الخير لهم وقيل إنها نزلت في أبي سفيان استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش من أجل أن يقاتلوا معهم في غزوة أحد والأكثر من الفسرين على الأول قال الله عز وجل ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله من أجل الصد عن سبيل الله وهذا الآن ما تفعله دول الغرب ينفقون أموال عظيمة للصد عن سبيل الله فيخصص مثلا لقارة أفريقيا ما يزيد على سبعين مليار يا إخواني من أجل تنصير المسلمين وقيادة أفريقيا لأن تكون الدولة النصرانية الأولى في العالم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة أنفقوا هذه الأموال وقد جعلوا لأنفسهم عام ألفين قالوا عام النصرانية في أفريقيا لن يكون هناك دين أكثر انتشاراً ولا أوسع من دين النصرانية فكان هذا العام هو العام الذي انتشر فيه دين الإسلام فأسلمت فيه مئات القبائل ودخل في الإسلام في ذلك العام مئات الألوف حتى بلغوا الملايين في الإسلام وبجهود قليلة وإمكانات ضعيفة ولكنه من الله سبحانه وتعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون حسرة في ذهاب هذه الأموال وأنها لم تؤدي الأهداف المقصودة منها ثم يغلبون فتذهب دولتهم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لا ينتهي الأمر عند غلبتهم في الدنيا بل إنهم سيلقون مصيراً أعظم وهو أنهم يحشرون إلى جهنم نسأل الله العافية والسلامة قال الله عز وجل ليميز وفي قراءة ليميز الله الخبيث من الطيب ما هو الخبيث والطيب إما أن يقول ليميز الله أهل السعادة من أهل الشقاوة وهذا يكون في الآخرة عندما يحشرون إلى جهنم لأن اللام عند الإمام الطبري متعلق بقوله يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لأجل أن يتميز الخبيث من الطيب أهل الشقاوة من أهل السعادة وقيل ليميز الله الخبيث من الطيب في الدنيا أي العمل الخبيث والمال الخبيث من العمل الطيب والمال الطيب أي أن الله سبحانه وتعالى أقدرهم على الإنفاق وعلى البذل من أجل أن يريهم ويرى الناس جميعاً ماذا تأول إليه الأعمال الخبيثة وماذا تأول إليه الأعمال الطيبة قال ويجعل الخبيث سواء كانوا من الكفار أو كان من الأعمال والأموال بعضه على بعض فيركمه جميعاً يجعله متراكماً فيلقيه في جهنم فيجعله في جهنم فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ولاحظوا كيف جاء بقوله أولئك هم الخاسرون جملة اسمية مبدوءة بمعرفة ومنتهية بمعرفة وقد توسطها ضمير الفصل للدلالة على الحصر بمعنى أن هؤلاء هم الخاسرون ولا أحد خاسر غيرهم قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين بعد هذه المقاتلة والإنفاق وبعد هذه الجهود الضخمة في نصرة الباطل يعرض الله عليهم التوبة سبحان الله ما أحلم الله على عباده وما أرحم الله بخلقه يقول لهم إن عدتم كل ما سلف منكم من نصرة للباطل وقتل للحق وإخراج للنبي وأذى للمؤمنين كله أمحوه عنكم وأغفره لكم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف كله فلا يبقى منه شيء وإن يعودوا إلى ما كانوا عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين يعني قد جرت عادة أن أهلك المكذبين وأن أجري فيهم سنة بالهلاك العاجل أو الآجل يقول يحيى بن معاذ إن توحيدا لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن هدم ما بعده من ذنب يعني هذا التوحيد الذي تعلنه لله عز وجل يمسح كل شرك قبله أليس كذلك إذن هذا التوحيد استمسك به وجدده وانتبه له فإنه بإذن الله قادر على أن يمحو ما يأتي بعده من ذنوب كما قال في الحديث يابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباني يابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة أو كما قال في الحديث الحق القنسي فهذا يدلنا على عظمة هذا التوحيد قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أمر الله المؤمنين بمقاتلتهم بعد ما عرض عليهم التوبة وبين لهم أنه سيغفر لهم ما سلف من الذنوب مع أنهم قاتلوا وآذوا وفعلوا ما فعلوا قال الله للمؤمنين إياكم أن ترفقوا بهم أو تهادنوهم أو تتوقفوا عن جهادهم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون في الأرض شرك وكفر عال وإلا الشرك والكفر لن يزول من الأرض سيبقى هذا الصراع بين الإيمان والكفر لكن ما يبقى له راية ولا تبقى له قوة فيوهنهم المؤمنون ويقاتلونهم في كل صقع وفي كل مكان هذه هي غاية الجهاد عندنا وهو أن نقاتل حتى لا تبقى للكافرين دولة ولا يبقى لهم قوة وقيل حتى لا يفتن مسلم عن دينه هذا أيضا معنا من معاني الفتنة ويكون الدين كله لله يعني يجب أن يستمر المؤمنون في القتال حتى يكون الدين كله لله فإن انتهوا عن كفرهم وشركهم فإن الله بما يعملون بصير وقد جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال ألا تسمع ما ذكر الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فما يمنعك أن لا تقاتل وكان ذلك في زمن الفثنة عندما اختلف الناس بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وكان ابن عمر ممن اعتزل الفثنة فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية التي ذكرت ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فثنة قال قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما أن يقتلوه أو يثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة يعني نحن قاتلنا حتى لم تكن فتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة هذا مراد ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال الله عز وجل وإن تولوا أي عن دينكم وعن وإن تتولوا وإن تولوا هم عنكم وأعرضوا فاعلموا أن الله مولاكم اعلموا أن الله معكم وسينصركم عليهم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى الذي يتولاكم ويرعاكم ونعم النصير الذي ينصركم إذا قاتلكم هؤلاء قال الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا في بداية السورة بيّن أن حكم الأنفال لله والرسول فدعوا هذا العمر ثم ذكرهم بما يجب عليهم من تقوى الله وطاعة رسوله والإيمان بآياته والوجل عند ذكره وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقوا بعد ما انتهى من هذا كله وقرر هذه الحقائق جميعا جاء إلى قسمة الغنيمة وهذا يبين لنا أن قسمة الغنيمة أمر ميسور أهم منه طاعتكم لله استجابتكم لأمره ثباتكم على دينكم مقاتلتكم لعدوكم جهادكم لهؤلاء الذين يفتنونكم في دينكم ثم بعدما استقرت هذه الأمور وتقررت هذه الحقائق جاءت هذه الآية وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ هذه قسمة الغنيمة والغنيمة يا إخواني الغنيمة قسمتها على النحو التالي خمسها لخمسة أقسام لله والرسول وللقربى ولليتامة والمساكين وابن السبيل فهذا الخمس يقسم على هؤلاء وهذا عند كثير من العلماء يعني خاضع لاجتهاد الإمام يفعل به ما يشاء لكن المقصود لله ولرسوله في مصالح المسلمين طبعا عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا كان يأخذه وبعد وفاته قيل إنه يرجع لقرابته وقيل إنه يكون في مصالح المسلمين ذو القربى أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود بهم بن هاشم وبن المطلب وقال بعض العلماء بل المقصود به قريش كلها والذي يظهر أن المقصود بهم هم بن هاشم وبن المطلب والمساكين هم الفقراء واليتامة هم كل من مات من مات آباؤهم قبل بلوغهم وكانوا ذوي حاجة لأن المقصود بتخصيصهم بهذا الخمس هو أن يكونوا ذوي حاجة فتسد حاجتهم بهذا الخمس وابن السبيل هو المسافر المنقطع هذا الخمس الأول يقسم على هذه الأطناف الخمسة وأربعة الأخماس تقسم على المقاتلين تقسم على المقاتلين للراجل سهم وللفارسي ثلاثة أو سهمان أو سهم له وسهمان لفرسه وتقسيم الفي مثل تقسيم خمس الغنيمة ما الفرق بين الفي والغنيمة الفي ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال وهو الذي ذكر في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إذن ما أخذه المسلمون من أموال الكفار من دون إيجاف خيل ولا ركاب يسمى فيا لما هم المسلمون بقتال عدوهم هرب العدو إذن هذا فيا الغنيمة ما أعمل فيه السيف هذه غنيمة خمسها لهذه الأصناف الخمسة المذكورة بين أيديكم والأربعة الأخماس للمقاتلين قال الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله لاحظوا كيف قرن العمل والاستجابة لهذه القسمة والخضوع لها بالإيمان ليبين لنا أن الإيمان عندنا مثمر وأنه ليس عملية تصديق باطني باهتة باردة لا أثر لها في الحياة بل هذا الإيمان يؤثر على كل مناحي الحياة حتى في قسمة الأموال قال الله عز وجل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان عبدنا أي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من النصر يوم الفرقان أي يوم بدر يوم التقى الجمعان أي عندما التقى المؤمنون والكفار والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى أنتم بجانب الوادي الداني من المدينة القريب من المدينة وهم بجانبه القصي البعيد إذ أنتم بالعدوة أي الجانب يقال عدوة وعدوة وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم يعني من جهة البحر لأن أرض البحر هي الأرض الحقيقية المستوية ثم كلما سرت شرقا ما تزال في ارتفاع حتى تبلغ أعلى جبال السراه قال والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في المعاد بالفعل لو تواعد المسلمون والكفار على مكان معين يلتقون فيه لاختلفوا في المعاد زمانا ومكانا ولكن الله يقيض ويهيئ ويقدر أن يلتقوا في هذا المكان الذي يجعله الله عز وجل سببا لنصر المؤمنين ولهزيمة الكافرين وانظروا لو قيل للمؤمنين عندما أرادوا أن يخرجوا من المدينة أخرجوا لقتال عدوكم لأصابهم من الرهبة والخوف الشيء الكثير ولكن الله من رحمته أنه لطف بهم فأخرجهم من أجل أن ينالوا العير فلقوا العدو ولو تواعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا من أجل ماذا ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا وإن الله لسميع عليم ثم قال الله عز وجل أذكر يا محمد إذ يريكهم الله في منامك قليلا هذه الرؤية منامية وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم رعاهم قليلا فاطمعا لأنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يبشر أصحابه وهذه أول موقعة وأول حادثة تكون بينهم وبين عدوه فما يدرى ماذا سيحصل فيها والجميع لا يعلم ما هي النتائج وخصوصا من أهل الإيمان الذين يعلمون ضعفهم ويعلمون أنهم لم يخرجوا من المدينة لمقابلة عدوه قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا يعني لو أراكهم الله يا محمد كثيرا في منامك لأصابكم الخوف والجبل ولا حصل بينكم النزاع لأن رسول الله لو أخبركم وقال إن عددهم كثير هم ألف وأنتم ثلاثمائة أي ضعفكم ثلاث مرات لقال بعض الصحابة يا رسول الله اسمح لنا لن نقاتل لا يمكن أن نقاتل ونحن بهذا العدد لأننا نقاتل ونحن بهذا الاستعداد ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم فشلتم بمعنى جبنتم وتأخرتم عن حربهم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم بأن عصمكم من الفشل ومن التنازع إنه عليم بذات الصدور يعلم ما يكون في قلوبكم وما يحصل في صدوركم ثم قال الله عز وجل وإذ يريكموهم الأول كان لرسول الله وكان رؤيا منامية وهذا كان لجميع الصحابة وكان رؤيا عين وإذ يريكموهم أنتم أيها المؤمنون كل هذا من الله عز وجل من أجل أن يحصل اللقاء ومن أجل أن يتحقق وعد الله ومن أجل أن يعلم المؤمنون بنصر الله وأن الله معهم ولن يخبرهم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم انظروا يا إخواني قللهم قلل المؤمنين قلل الكفار في أعين المؤمنين وقلل المؤمنين في أعين الكافرين لماذا؟ ليطمع هؤلاء في هؤلاء وهؤلاء في هؤلاء يقول ابن مسعود قلت لرجل بجانبي أتراهم سبعين قال بل لا يبلغون المئة وهم كانوا ألفا سبحان الله من الذي جعل المؤمنين ينظرون إليهم على أنهم بهذا العدد القليل لو رأوهم على حقيقتهم لحصل في قلوبهم الجبن والخوف والذل الذي يبنعهم من النصر قال ويقللهم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور ثم أرشد الله المؤمنين إلى الأسباب التي يحصل بها النصر فانظروا ما هي قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وهذه يا إخواني مثل الآيات الأولى في أول السورة بمعنى في الآيات الأولى ذكر الله عز وجل البشائر والقدر والنصر الإلهي الذي تنزل على المؤمنين في تلك الغزوة ثم أرشدهم فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبورا إذن هذا هو الذي عندي فاجتهدوا في الذي عندكم وهنا أراهم أرى المؤمنين ماذا فعل من الرؤية المنامية والرؤية العينية والتقليل كل طائفة للأخرى حتى يتحقق وعد الله ثم قال انتبهوا لن يتحقق نصر من الله لكم حتى تحققوا الأسباب التي تستجربون بها النصر فما هي الأسباب عدوا معي إذا لقيتم فئة فاثبتوا أثبتوا أصبروا وصابروا ورابطوا إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لا تنسوا ذكر الله فإن ذكر الله هو العصمة وهو الذي يثبت الله به قلوبكم والعجيب أنه ورد ذكر الله أو الأمر بالإكثار من ذكر الله في القرآن عشر مرات ولم أجد عبادة طلب الله الإكثار منها في القرآن إلا الذكر قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله هذا الأمر الثالث ولا تنازعوا فتفشلوا لا يحصل بينكم نزاع فيحدث الخوف والجبن والتأخر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذبريعكم واصبروا اصبروا على دينكم وعلى طاعتكم لله ورسوله وعلى ذكر الله كثيرا لأن الصبر هنا أعم من مجرد الثبات على ملاقات الكفار واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس إياكم أن يحصل في قلوبكم شيء من البطر وهو الاستعلاء ورد الحق ورئاء الناس وهو أن تخرجوا مفاخرين كما خرج أهل مكة عندما قيل لهم إن العيرة قد سلمت فارجعوا قال أبو جهل والله لا نرجع حتى ننزل بدرا ثلاثة أيام فننحر بها الجزر ونضرب القيان ونضرب بالدف أو نعزف بالقيان وتسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا إلى أبد الدهر أو كما قال وبالفعل نزلوا ببدر فماذا فعل الله عز وجل بهم بدل أن يشربوا من الخمر سفكت دماؤهم وبدل أن يُعزف عليهم بالقيان ناحة النوائح عليهم فقتل سبعون من أشرافهم وأسر سبعون آخرون ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه وهذا هو ختام المجلس الثالث من مجالس سورة الأنفال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداغ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر